أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوغة الملك مكية بسم الله الرحمن الرحيم تباغك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوبكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سمابات طباقا ما تغى في خلق الرحمن من تفاهد فارجع البسخر هل تغى من فطور ثم ارجع البسخر كرتين ينقلب إليك البسخر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمسخى بيح فجعلناها بمسخى بيح فجعلناها غجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بغبهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيخا وهي تفور تكاد تميز من الغيص كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعتغفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون غبهم بالغيب لهم مخفغة وأجغ كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات السعير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في بناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فلقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أبا لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافعون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على بجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع بل أبصغ بل أفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أغأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيغ الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به فعليه تبكلنا فستعلمون من هو في غلال مبين قل أغأيتم إن أصبح ماءكم غوغا فمن يأتيكم بماء معي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر